موضوع حديث الساعة ولا فعلا قام عبدالله وجاهد لا والله ليه وانا هخاف انا مخافش على فكرة هقولك لا خالص على فكرة وعمري لا شفته انا ما بشوفهش غير في التلفزيون بيلعب طيب انا ايه الفايدة بقى اللي عايزة توليه ايه الفايدة انا عايزة اقولك حاجة انا تربيت في بيت اهلوية اه يعني انا امي وخالي وكده اهلويين بابايا لبناني فملوش في الكرة بتاعت مصر هنا انا مصروية اه يعني انا منتخب مصر عندي يعني ممكن ابيع اي حاجة عشان عودة تصراج على منتخب مصر وبيلعب حال اه اللي حصل اللغت اللي حصل ده كتير قوي اه انا اعرف حاجة واحدة بس انا زي ما الكوم ادايق ادايق اه يعني ما تقوليليش ماما وبين اهلاوي لا لا انا متداليه انا متداليه حاجة تجري خالص نتكلم بقى صراع طب هقولك بس انا متداليه ايه انا شايف ان الاهلي والله بجد فوق الجميع فوق الجميع هقولك كنا بالموضوع الاهلي فوق الجميع بص هقولك كنا بالموضوع ده مبدأهم الاهلي دايما حظوا علامي في الديئة تسعين وعود وثنين 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 بس اول مرة تخيل ان النادي الاهلي لو 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 الحاكم صفر وانها ماتش هيكسبه وما داخلين قط اللبس ليه ليه ده اتماضى عقود وخلص وقافش الخمسين مليون وخلصت كل حاجة كل حاجة وطبعا مستشار تورك الشيخ يعني اللي عمر دي راح عشان خطره بلاي ستيشن بجي خلص الليل فأنا دلوقتي بيتمقتنع بحاجة هو ما خلصش الليل عشانه هو خلص الليل عشان بيحب النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بعد ما روح بالبص هيحسبه بعد ما تغلب او تعادل هيكسب بعد كده انا بعد يقين لي كده بص ليه الاهلي يا ريت يا جد انتو زمال كوية ابقوا زي الاهلوية خليهم تيم بجد الاهلي فوق الجميع فوق النادي يعني هم كاسم اهلوية هم فوق الجميع عندهم مبادئ وعندهم انت على فكرة انت مش معي في الحكاية لا 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 ده الموضوع خلص لا ما خلصش ما فيش حاجة اسمها خلص التعربي اللي حصل دعاء الاهلوية الدعاء يغير القدر طبعا اسمعي طبعا ليه ايمانهم بفريق بالاهلي اللي حصل جاء تغيير قدر اللي حصل ده بعد الموضوع خلص اجاه لا بس ما ما فيش حاجة اسمها حاجة تخلص والله اه طبعا اه طبعا لا خلاص ماشي انا انا بس انا مش هتر شجع لاني فهشجع اهل جدة اهل ترابلس طب انا عايز اعرف مسلا يعني خلينا نتكلم هو لما راح مضى العقد مع الزمالكا ويه في الزمالك نادي الزمالك راح مضى العقد خد كراتين طب خد كراتين هو لما راح هو تحب الزمالك ولا عشان الفلوس لا اكيد عشان والله انا عرضا بيقولوا لو زمالكاوي اصلا لأ يبقى يبقى هو طيب يبقى هو انت ما ينفع طب ايه الحل الاخير اللي انت وصلته وطوله انا هفنش لك اللي دي بقر بص عشان نبقى من الاخر هو دلوقتي اه لما مضوا العقد معاه في الاهلي راح مضى العقد با وقالوله وعدوه انهم بالاعلانات والدنيا والحاجات دي هيزبطوله الدنيا وهو الفلوس هو من حقه انه يدور على الاحسن من اول يوم بيمضي عقد مع الاهلي من حقه يدور العقد اللي جاي مع مين ويدور على مستقبله لانه ده حقه لكن برضو انتماؤه للنادي الاهلي ده لهو عمل عبدالله السعيد وبعدين الاهلي مش فرد الاهلي تيم وبعدين هو نجوميته وصلت ايه ده هنطلع بقى عشان نشوف هنا بقيت حاجة ده انا قلبي انت اول ما طلعتي حاجة حامرة خفتي بقى طاقم تاني من لطقم بتاعت عمرتي عكوبيان لا 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 دي الخلاصة منتخب مصر في الاخر حيلعب في منتخب مصر بس انا عايز اقول انه هو استنى بقى ده رقمه لا استنى بسهلك عشان تفضل حامرة قدامك طول الحلقة استنى هو لا ده حامرة منتخب مصر مش الاهلي واحمر اهلي بقى مش انتعرف انه منتخب مصر منتخب احمر زي الاهلي يا انا هراب يض انا واحل واقعي علي ده رقمه ايوه وتشيرت على خايف يقوله بيبص على جسمها لو قلت لها شكلك جدت تشيرت اللي عامل ازاي لا لا انا خايف بس هي في رقم وارا فاستأذن الناس مش اخدش حيائقهم لا قومي لا قومي احنا مش هنعيش الموضوع رعب للدرجات تشيرت تشيرت عبدالله السعيد منتخب مصر جان امري هو هيفضل مصري فقيت نبيج الشمطة بس انا عايزة اقولك انا زعلامة انه هو خسر جمهور المدين اهلي